نتكشف كل احراج اللي انا فيه معقولة معقولة بعضة رفص ولا نايمة كده الفايلف مبروك يا عروسة الله يبارك فيك يا متحك الله يبارك فيك يلا بقى ندخل قوضة بتاعتنا ماشي يا حبيبي الثانية واحدة بس ده ايه القراطة اللي تغالى ما بتفسدش دي انا مش عارف انا قد يددش انا مبارك الله. انت اقل من نايمت كده متحك في الانتر ايه متحك! 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 ايه 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 الصباحة الخير يا حبيبي اقل من نايمت كده بس مش عارف انام يا بنت من صوتش خيرك وعملت رفصة وتلف السرير كله لانت يا بنت شطني من عسره وقعتنا على الارض اا انا بشخر وأنا شطك من عسره وقعتك على الارض اا والله لانت شطك صعبة خالص انا ما كنتش عارف كده خالص من الاول اه ما اعرفش الاول مرة حد يقول الكلام ده في صراحة ومين ياختي هيقولك يعني؟ يعني ماما حد من اخواتي ما عصيش حد قال لي ان انا بشخر خلاص ولا نايم لا ياختي بتشخره وبترفصه تقولش ايه ما قاعدة في الصراحة ياختي عملت زق برجلك يمين وشمال وإيدك يمين وشمال ما بيتنامش على جنب واحد لمدة خمس دقايق ايه طب خلاص يا حبيبي ادخل نام جوه على السرير انت انا خلاص احييت ماش ماش هدخل نام للساعتين دور يا ديكي شوفوا الاحراج اللي انا فيه معقولة معقولة بعض ارفص انا نايمة كده في الصراحة وعملت صوت ببق انا نايمة بدي بقى اروح لدكتور كده في الدرة واشوفوا الموضوع ده حاضر حاضر اهلا وسهلا اهلا وسهلا تعيي حماية تعيي حماية تفضلوا ايه هو متحة لسه نايم ولا ايه؟ لا 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 يا حاج انا موجودة اهو صاح اهو مالك يا وديا متحة شكلك كده ما نمتش كويس ولا ايه؟ ما انت بقى لك متجوز سبعة ايام يا اولا فاق ايه؟ ما تنزل شغلت بقى اه ما انا هلبس الوقت ونزل حاجة او هاخد الوردية بتاعت بالليل اه ده انت عشان تترحم بقى منصد صوت خير مراطة اه حاجة سلفونية سلفونية طول الليل ده غير ان هي يا بابا بتعود تسلط وهي نايمة بتوقعني من العسير والله طب ما تروح يا سام هتلاقي اللحمية يا حبيبتي عاملالك مشكلة روح اعمللي العملية دي حيبتي وخبتي عشان جزك يعرف ينمه يا خدرحته في بيته بدر ما هو هيجري كده ويدور على الوردية بتاعت بالليل انت ما اصلكش عملته يا متحة وانت في البيت عندنا ده انت كنت بتهرب من وردية بالليل دي اصلاها ايه دلوقتي وانت عايز تجري تاخد الوردية بتاعت بالليل اه حاجة هنملي هناك شوية كده ولا حاجة ما تيجي اقولك نمعنا بالليل عندنا في البيت وتخليك بالنهار هنا ببيتك وبالليل عندنا في البيت وهقولتك زي ما هي اتسدي يا اسهم والله ما جينا جنب اي حاجة من الحاجة بتاعته خالص وقلت زي ما هي اوه اوه نسه هتخوا المشورد ده كله ده لاجبت الشقة دي جنب الشغل بتاعي عشان ايبافاتي بتاعب كده واروح واجه على طول لسه اجي عندكو البيت لا 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 يا عم انا هجيبكو حاجة تشربوها اتوده للدكتور يا متحة واشوف ايه المشكلة وايه البتاع اللي عندها ده اللي خلاها تعمل الصده كله وهي نايمة بالليل بسه ما كملتش اسبوع حاجة في الجواز اقعد اجري في الدكاترة واشوف ايه واعمل ايه وعمل ايه وعملية ايه لا يا حاجة بلاش واجع دماغا علي ديون كتير وما لا تفضل قاعد كده في واجع القلب والهم اللي انت فيه ده والدور على وردية بالليل في عز الساعة كده ولا حاجة تاخد بردي يا ابني بالليل ربك بقى سهلها حاجة ربنا يسهل بقى من عنده ما عدتش عارف اعمل ايه بصراحة ما عدتش عارف انام بالليل خالص طول الليل قاعد هنا في الانتريل واحدة وقالوا اسمك عريس يا اخويا والناس بتحسدك بقولوا بس ده عريس وقال عريس بالوجع دماغ يا حاجة يا دك يشوفوا الاحراج اللي انا فيه حتى مامتك وبابك واخواتك حكيت لهم عن كل حاجة حتى ان انا بتحرك وانا نايمة بالليل رحت احكي لهم عليها وخلتني المقلسة بتاعتهم والطريقة اللي عودوا الطريقة عليها يقولك يا عين تعالى روح نام بالليل عندنا ربنا يسمحك يا متحط ربنا يسمحك طب يا حبيبي احنا هنمش احنا بقى ابقى سلم على امراتك كل ده يا اخويا بتجيب الحاجة الساعة قولها تبقى تشربها هي بقى ولا تشربوها سوا وبقى قولها خلها تفكر في موضوع العملية اللحمية دي عشان تعرف ترتاح في بيتك وتاخد راحتك في بيتك يا حبيبي التريقه التريقه ما هو السبب في كده مع السلام يا حبيبي بفكر كده في موضوع البيت بالليل وتعالى نام عندينا في البيت لا 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 يا حدي خليني زي مانا وخلاص سلام بسلمه على اخواتك اسكت يا اخويا ده اخوتك عمليني التريقه واتدحك ودحك عليك ماشي ماشي بس ما بقى اشوفهم بس ايه اخويل ده اسهم بتجيب حاجة الساعة تقدمها لامو وابويه اخرج ازاي واوره مش ازاي وانتو طول القاعدة اصلا عملينت التريقه وتدحكوا علي ايه اللي بمتشخر وهو اللي بترفز برجليها وودها تعمل عملية طب انت فضحتني ليه كده وقلت لهم ليه ماما كنت ودت للدكتور في الدينة كده من غير ما حد ما يعرف وكنت هروح واشوف واشوف اهل علف ايه وهو اين فك تعالج ولا لا ايه يعني ما اتكلم مع امو وابويه واحكي لهم حاجة يعني مضايقان ايه المشكلة يعني في كده المشكلة ان في حاجة اسمها خصوصية بين الرجل ومراته ما ينفعش تطلع كل الاسرار برا كده بعدين هما جايين عشان يدحكوا عليا ولا جايين عشان يقوليلي مبروك يا عروس اما صعباني عليهم ان انا مش عارف ان انا مش اكتر وما اتكبراش الموضوع مش مستاهد قطل اللي غدا يلا ماشي يا متحة حاضر ربنا يسمحك يا اخي ربنا يسمحك ايوه ايوه ابو حميل اخبارك ايه الحمد لله انت اللي اخبارك ايه انت شطك نايم ولا ايه لا يا اخي نايم ايه ده ليسه راجع من الوردية بتاعت بالليل وعاوز انام ومش قادر اه ده انت قلت ترتاح بقى من شخير المدام وحركتها الكتير اللي على السرير دي اه يا اخي خلي الواحد ينام شوية اهو بقى اخد لساعتين هناك كده نامهم كده اهو اه 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 ويدروا علي يا عام ماشي يا سيدي مبروك يا عريس اه عريس هو عتقول الكلمة دي تالح سنزعل منك انت عارف اللي فيها ها 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 اهو معلم وشربته بقى اه يا عام عارف انت البطخة لما تشتريها تبقى حلوة من برا كده وجميلة وتاخدها تفتحها كده تكتشف الصدمة اه يا عام بعيد عنينا يا عام الحاجات دي يا عام الحاجات دي بتتنزل طب يا ريدي يا اخويا تتنزل يا اخويا ويروح الفيلم ده خالص ربنا معاك بقى يلا سلام انا قلت اتمن عليك ماش ماشا ابو حميد مع السلام مع السلام ايه ده وانت صحية؟ وانت كمان حاكر اصحابك؟ ايه حاكر اصحاب ايه يعني؟ حاكرهم عني وبتتريق عليا وبتخلوهم يعملولي تريقة؟ وعمين تدحك انت لتين عليا؟ تقبروش بقى الموضوع وتعمل حكاية ويروية يعني لسه جاي ودمغي مصدع ايه في ايه؟ عادي بتكلم مع صاحبه بقدردش معاه بيسألني الواخد الوردية بتاعت بالليل ليه مع انه كنت على طول بغرب منه فكنت بتكلم معاه يعني عادي تتكلم معاه عادي انك تجيب سرة مراتك وتتريق عليها وهو كمان يتريق وتقعد تضحك معاه على فكرة يعني كلنا بنقعد مع بعض اهوان نهزر وندحك يعني الموضوع يعني مش كبير زي ما انت فاهمة يعني موضوع مش كبير لما تخليني تريقة في بق صاحبك تقولي الموضوع مش كبير لما تفضحني قدام امك وابوك ويجوا يتريقة هم كمان تقولي الموضوع مش كبير لما تقلل مني قدامهم وتخليني البنات بق اصحابك وبق اللي يسوع اللي ما يسوعش تقولي الموضوع مش كبير طب ما عادتش معايا ليه من يوم ما تجوزنا وفاهمتيني الوضع اللي انا فيه كنت انا شفت حل كنت خلتك انت تنام في القضاء الكبير انا كنت رحت نمتي بالليل في القضاء بطاعة الاطفال كنت انا يا سيدي نمتي برا انا في الكنبة في الوقت اللي انت هتدخل تنام فيه كنت هريحك كنت هلاقيلك حل بس ما كنتش تتريق علي بالشكل ده ما كانش يبقى شكل واحد قدام اصحابك وقدام اهلك بالشكل ده انا على فكرة رحت للدكتور من وراك والدكتور قال لي ما عندكش لحمية ولا حاجة فممكن يكون عندي مشكلة يعني ولا حاجة بسيطة ولا حاجة كان ممكن يكون انت غلط ولا نايمة غلط ولا اي حاجة كان ممكن يحلها معاك بس بينه وبينك ايبقى فيه سر ما بينه وبينك ما ينفعش تطلعه برا راجل وامراته متجوزين ما ينفعش اسرار زي دي تطلع برا ما ينفعش راجل يخلي مراته تريقة والبنى ببقلي اسوي ما اسويش بالشكل ده بقولك ايه انت من يوم ما تجوزتني وانت فعلا شكلك تعبان ومرهق بقولك ايه اطلقني انا هروح بيت ابوي قعد هناك بكرامتي احسن اكذان انت فاضي يا بقى وتعودي بقتلكلك وتكلمي انا هدخل انام انا عايز انام قبل ما تدخلتي نامت طلقني انا معدتش عايز اعيش معك تاني انا معدتش قادرة استحمل ترياقة الناس علي واسمعهم بودان يدحكوا والترياقة علي وكل واحد يجي يسمعني كلمتين كما لو كنت يعني حاجة يعني استغفر الله العظيم يا ربي يعني كده حاجة وحشة ده حاجة ما انا عند ربنا اعمل انا اقيف نفسي وانا عارفة متأكدة مش هسلم لسانة الناس وخصوصا لما يلاقوني متطلقة بعد اسبوعين من الجواز بس بس ما فيش حد بيرحم ولا حد هيسكت بس انا كمان تعبت تعبت لاني بني قدمة ومن حق ان انا اختار اعيش ازاي ومعيش ازاي ده حاجة ربنا ابتلاني بيها وجوز ما اوش قادر يستحملها خلاص سيبوني في حالي سيبوني اتطلق وعيش حياتي بقى براحت انا حرة ويا ريت ما اسمعش من كلمة حد بقى من الجيران يقول لي يا عيني ده اتطلقت ده اكيد شاف عليها حاجة وحشة لها ما شافش عليها حاجة وحشة انا اتطلعت بعد اسبوعين جواز بس مش عشان حاجة فيها وحشة ده حاجة ربنا خلقلي بيها بس جوز مش مستحملها ما تعدوش تتكلمه عمالة على بطالة على سيرة الناس وانتو ما تعرفوش عنهم حاجة ياريت كل واحد يخليه في حاله ياريت كل واحد يخليه في حاله ويبطل يتكلم على سيرة حد لانه لو خد لف على نفسه كده هيلاقوا نفسه اكتريقة وفيه كل عيوب الدنيا بس هو ما بيشوفش نفسه كل واحد ما بيشوفش غير غيره يعد التاريق عليه بس وياريت تقولولي في التعليقات هل انا كان قراري صح ان اطلب الطلاق وارح بتأهلي معززة مكرمة بدل ما هو قالي بكرمتي كده وولا خليني واستحمل واشوف تاريقتهم واسمعها بوداني وعمل نفسي مش واخدة بالي وعيش عادي يعني بس من غير تجريح لو سمحته اشتركوا في القناة